السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله والأخوان وبياكم اليوم إن شاء الله بإذن الله نحن نكمل سلسلة دروس زيان ستركز زيان سيربر ادبنستريتر اصدار ستة بوينتون تمام نحن اليوم بنتكلم حول ووركينج وتمبلت ان زيان كومفيرت بنتكلم اشي الفائدة من التمبلت ايش معنات لما واحد يقول بزنج تمبلت بازك تمبلت ايش معنات لما نقول ادفانس تمبلت ايش هو برنامج زيان كومفيرت نبدأ على بركة الله فرجو المشين تمبلت ينقسم الى ثلاثة نواع النوع الاول عبارة عن البازك عبارة عن البازك تمبلت ولما نحبا نتكلم هنا على بازك تمبلت واصلا في الحقيقة انت لما بتقوم بانشاء فرجو المشين او لما بتقوم بانشاء قهاز افتراضي انت بقوم بعمليات تضليل او سيلكت او اختيار الفرجو المشين parameters الطير من انت بممكlage تختار ويندوج ومممكن تختار over link وممكن تختار ويندوجس 32bit ممكن تختار 64 bit ومكون تختار client ومكون تختار server بغض النظر عن نظام التشغيل أكانت 30 و 64 نحن كل ما يهم منها بالأمر أن نوضح موضوع أو فكرة أو كلمة التمبلت فأنت أصلا لما بتقوم باختيار نظام التشغيل أنت بتختار على تمبلت ولكن بدون نظام تشغيل يعني أنت إيش؟ أنت بتختار الهاردوير كنفاقريشن فأنت لما تعمل سليكت لفيرجو الماشين أكانت إكس بي أو سيفن أو فيستا أنت أصلا تعمل سليكت لفيرجو الهاردوير كنفاقريشن تمام؟ النوع الثاني اللي هو عبارة عن الفول تمبلت اللي هو أنت بتقوم في بداية الأمر باختيار الفيرجو الماشين وتحميله وتنصيبه إذن دي عبارة عن نسخة كاملة من الهاردوير إضافة إلى الأوبرا تنج سيستم لكن الخيار الثالث عبارة عن الكاستام تمبلت أنه أنت بتعمل تمبلت وبعدين ممكن تعمل عملية كوبي وعملية منج فيما بعد أو حتى يعني دوبليكيت للفيرجو الماشين تمام؟ نحن نتكلم على هذه الثلاث الأمور بشكل عملي فيرجو الماشين تنبلت الفيرجو الماشين تنبلت هي بتشتغل وان وي أوبريشن يعني باتقاه واحدة وبعملية واحدة يعني أنت لما بتعمل عملية كونفيرت فيرجو الماشين إلى تنبلت ما ينفعش ترجعه ثاني مرة إلى فيرجو الماشين تمام؟ التنبلت ده أنت بتاخد منه كوبي من الفيرجو الماشين مش هو من تلقى نفسه بيتحول لا إذن هو بيبقى بس بيأخد منه صورة تمام؟ عشان كده اسمه تنبلت فهو يسهل لك عملية ديبلوي فيرجو الماشين بشكل سريع يعني أجا يوزر جديد إنت محتاج تنشيله بفيرجو الماشين وتعمل له ريموت ديسك توب فعلى طول عندك تنبلت من فيرجو الماشين جاهزة من ضمن النظام تشغيل يعني جست في وارس ساعات قليلة جدا بسيطة جدا إنت تقدر على طول مباشرة تنشيله إيش؟ فيرجو الماشين في برنامج ضريف جدا أسمو زين كومفيرت برنامج زين كومفيرت واه Marktعبار عن برنامج بسوي عمليات كومفيرت بس لثلاتة أنواع عن الفيرجو الماشين بعمال كومفيرت بيتو في وفيتو في وفيتو سي المقصود بالبي تو في الي هو عبارة عن الفيسكل تفرجو المشين بي تو في في سيكل تفرجو المشين والشي تاني عبارة عن physical to physical والمقصود هنا انه اذا كان انا عندي VMWare او V-Sphere او VMWare فيرج الماشين منصبة على V-Sphere او على الworkstation فانا اقدر اكونفرت الفيرج الماشين دي من الVMWare فورمات الى Citrix فورمات حتى اقدر انتقل من الVMWare ال V-Sphere الى زيان سيرفر او انتقل من الهايبر V ماكروسوفت الهايبر V الى زيان سيرفر تمام وهنا المقصود ال V2V يعني من فرجول لفرجول وال V2C ان انا بعمل كونفيرت الفرجول ماشين من فرجول لكلاوز وهذا الجميل بالموضوع يعني بتاع كله يعني بيشتغل كل شي تمام فعندك الزيان فرجول ابلاينس نوعين عندك الزيان فرجول ابلاينس فرجن وان وكان يحتوي على ملفين النوع الاول ما يسمى بال OVAXML وهذا يحتوي على ملف الخاص بالزيان فرجول ابلاينس اضافة الى DHA وهو عبارة عن سينجل فوردر بيرملك الهاردسك الخاص بالفرجول ماشين لكن النوع التاني من الزيان فرجول ابلاينس فهو عبارة عن سينجل فوردر بيعمل لك عملية اركايبينج اضافة الى عملية كامبريس او عملية ده كان القانب النظري ننتقل للقانب العملي ونشوف طيب ده زيان سيرفر اشتغل معانا فنحنا محتاجين نتكلم على النقاط او على الامور اللي تكلمنا عليها هنا في الاول اول شي انحنا تكلمنا علي الفرجول ماشين تيمبلت شوف يا سيدي انت لما بتنشئ فرجول ماشين مش كان الخيار الاول مكتوب بيزيك تيمبلت بيزيك تيمبلت معناته ده الشي انو انا لما بختار الزيان سيرفر هنا وبروح على نيو فرجول ماشين ده عبارة عن تيمبلت من اصدارات انظمة تشغيل مختلفة تمام على شكل تيمبلت ولكن بدون نظام تشغيل انا مثال لما بختار 7 اخترت 7 مثلا 32 بت على سبيل المثال هنا عطالي اسم الفرجول ماشين عملت نيكست تكلمنا على موضوع التحميل والايزو عملت نيكست الصورة دي بيتحدد وبتتكلم بحول التالي قل لك place the first on the server ده الخيار التاني نوت افاليبل او مش متاح لش عشان انا عندي السيرفر التاني مطفي او زين سيرفر التاني مطفي اللي تشوفوا عندك هنا عند الماوز ده تمام فمعناته لو عملتنا place this first on the server معناته ان the first on the server مش ممكن حد يلصيها الا من فوق السيرفر ده او من على السيرفر ده إذن أنا حددت الهوم سيرفر أو الهوم زين سيرفر للفرج الماشين ده إذن هي مرتبطة فيه لكن لما بقوله don't assign فرج الماشين as a home server فأنا ممكن أعمل عملية start للفرج الماشين من أي سيرفر تاني تمام فالخيار الثاني يستحسن إنت متى بتستعمل الأول متى بتستعمل الخيار الثاني إنت الخيار الثاني بتستعمله ده أو الخيار ده الأول اللي كاتب فرج الماشين عند السيرفر لما بدتكم بتتعامل مع فرج الماشين من سيرفرات يعني سيرفر بيعطي dna سيرفر بيعطي dcp سيرفر بيعطي لها خدمة active directory إلا لكن أنا متى بستعمل الخيار ده لما بكون بعمل فرج والدسكتوب يعني عبارة عن فرج الماشين ويندوز اكس بي ويندوز 7 ويندوز 8 وبيستخدموها يوزر فأنا بقدر أرنها عشان السيكيورتي تمام فبنعمل لكس فهنا عشان تحدد number of virtual cpu هنا number of ram بخليها default فهنا بيحددلي storage repository scasy ممكن نختار وممكن نadd ونختار أي storage repository ممكن للنفس نعمل add ونعمل select أي وحدة فيهم نعمل next على سبيل المتال هنا بيتكلملي على عدد ال network card أو الانترفيس أو ال network اللي بحب بأنه يعمل فيها connect نعمل next ده عبارة عن summary إذن أنا إيش استفدت إن أنا أنشأ بس أنا بعمل cancel ما بعملش create عشان ما بحتاجش إن أنا أنشأ ال forger machine دي أو ممكن نعمل كمان create ما فيش مشكلة كمان تمام إذن أنا إيش استفدت الآن إن أنا قمت بإنشاء forger machine مش ال forger machine مش ال forger machine دي اللي أنا أنشأته اللي أنا أنشأته عبارة عن windows 7 دي عبارة عن basic template ولكن بدون نظام تشغيل إذن كيف أنا أطلقت عليها basic template عشان عنده مواصفات و specifications خاصة بالهاردسك خاصة بالرام خاصة بالفرج والسي بيو أنا أقدر أخذ مني copy إلى جهاز ثاني copy إيش copy virtual machine شفت إذن أنا استعملته كمن ك template بس ال forger machine دي ليش أطلق عليها basic template عشان ما عندهاش نظام تشغيل تمام وهذا عبارة عن النوع الأول النوع الثاني اللي هو عبارة عن full template إنه بعمل نفس الشي أنا إن أنا بcreate forger machine ولكن مع تحميل نظام التشغيل وبعد ما ينتهي عملية تحميل نظام التشغيل أنا بعمل turn off أو shut down للفرج والمشين دي وبريت كليك عليها باليمين بوقل لك convert to template convert شفت الفرج والمشين دي مش كانت على شكل فرج والمشين هنا كانت بالشكل ده أختفت تحولت إلى إيش إلى template هل ينفع إن أنا أعيدة وهذا يبرر السلايد اللي تكلمنا فيه عبارة عن الوان وي هل ينفع إن أنا أعيدة لفرج والمشين تانية هل في خيار من دي الخيارات بيسمحلي إن أنا أكون فيرت أجين لفرج والمشين لا أنا بعمل نيو فرج والمشين ويزرد إذن باخد كوبي من التيمبلت ده تمام؟ شفت؟ نفس السيناريو اللي كان شغال معانا شفت الفكرة؟ نفس الويزرد ما فيش فرق بيناتهم تمام؟ أو بعمل كويك كريات كويك كريات إن أنا بنشأ فرج والمشين تانية وبيعمل لي ياها ستارت بشكل مباشر هنا تمام؟ بس طبعا أنا أعطالي هنا إرر تعرف ليش أطالي إررر؟ أطالي إررر لسببين إنه الستوري ربزو تري نعم مش إنف في بسبيس د الشيء الشيء الثاني إضافة إنه ما عنديش نظام تشغيل عشان ترن أنا لو عملت كويك كريات فبنفس المواصفات وبنفس نظام التشغيل بأقدر عمل ستارت لفرج والمشين مباشرة وبترن هنا لكن الخيار ده نيو فرج والمشين ده بيسمحلي إن أنا أعدل على مواصفات الفرج والمشين على التيمبلت ده أو على مواصفات التيمبلت ده ده الخيار اللي هو عبارة عن الفول تيمبلت لكن موضوع الكاستم تيمبلت إن أنا بنقر عليه هنا وبعمل نيو عشان كاستم أو إن أنا بعتمد بشكل مباشر على التيمبلت اللي أريدي إيش إكزيست أو اللي أريدي مزبوط مسبقا تمام؟ أما بالنسبة لل الزيان فرج والأبلاينس إنه أنا الفرج والمشين دي أقدر أحوله إلى في أب على سبيل المثال أنا عندي ثلاثة فرج والمشين هنا شفت؟ على النحو التالي الفرج والمشين دون أنا محتاج أحيانا لما بشعل أو بشغل الزيان سيرفر أنا محتاج بعض الفرج والمشين تكون للبيروتي أو الفرس بيروتي أو الأولوية الأولى في الإقلاع على سبيل المثال يفترض في النتورك إنه بحتاج الـ Active Directory ودي الناس هم أول سيرفرات بيشتغلوا عشان الـ DNS بيلعبلي بالنتورك دور الريسيبشن عشان لما بيجي أي كلينت بيسأل على Active Directory سيرفر أو على DSCB سيرفر هل بيرشده صح؟ إذن مش هل أول اللي لازم يشتغل مش الـ Active Directory لازم يشتغل عشان الناس في النتورك تقدر تلوغن عليه مش فيما بعد الـ Storage Devices تلصي as the second birthday after الـ DNS and the Active Directory صح؟ إذن في عندك بيرتي بالنسبة لإقلاع الـ Virtual Machine وقت تقدر تتحكم كل كم سيكند أو ملي سيكند الـ Virtual Machine دي تشعل أو تلصى أو تشتغل فيه تعمل Right Click تكتب Assign to Virtual Appliance New تكتب على سبيل المثال VBB Test تعمل Next هنا ممكن تعمل More Description على الأسن ده نجلسة نية ولا كتبتلها هنا بيقول لي أختار الـ Virtual Machine اللي موجودة عندك في القائمة واللي تحب تعمل عليها موضوع الـ بيرتي ديها فأنا ممكن من هنا أعمل Select All أو ممكن أكون فيك أو أختار مانوالي تمام فطلع لي تريفيرج والماشين سيلكتد هنا ممكن أعمل Create All وبعد الـ Check أو أضيفه مانا يدويها بعمل Next هنا بلعب في بيرتي أنا مثال على سبيل المثال بخلي إزيان سيرفر ويبسلف Surface ده بعطي له الأوردر رقم 1 وبعطي له عملية تأخير Second في الإقلاع الشيء الثاني هنا ده ممكن أعطي له أنا رقم 2 ويقول له بعد 10 بعد 10 Second من إقلاع الأول شوف أدي لكم 10 يعني بيتأخر 10 وده ممكن أن أعطي له رقم 3 وعطيه 20 بتعمل Next Finish تمام فده الشيء بيعطي لك أولوية في مسألة الإقلاع أو في مسألة إيش التسلسل في عمليات الإقلاع تمام كده طيب هدي كانت عبارة عن فقرة سريعة تكلمنا في بي حول الـ Basic Template والFull Template والCustom Template إضافة إلى Virgin Machine Template و Xen Convert Overview طبعا ما تكلمناش على Xen Convert Overview نرجع عفوا نعيد مرة ثانية وتكلم عليه فنحن محتاجين ننصب Xen Server Convert ده عبارة عن الأبليكيشن انت ممكن تنزله من موقع شركة Citrix تعملك Profile وتنزله من هناك فطريقة تحميله بسيطة جداً يعني Yes و Next و Next وتمشي فيها فموجود بـ 32 بيت و بـ 64 بيت فـ 32 بيت و 64 بيت الأبليكيشن فهو بيعتمد على نوع عظامة تشغيل تبعك أصلاً فطريقة تحميله بسيطة جداً Next Accept Agreement هذي عبارة عن اتفاقية و-agreement بيعني Between Citrix and End User بينكم بين Citrix Default Location بينصب Citrix لل Default Location فأنا أسيبه على Default Location نعمل Next ونعمل عمليات Unstone فعمليات بسيطة جداً وسريعة جداً مسألة التحميل بياخد few seconds طيب بزامة هو يحمل نحن نقطع على الفيديو ونرجع بعد مينة هي عمليات تحميل طيب انتهت عمليات تحميل زين Convert طبعاً هنا الخيارين دون بيتكلموا على التالي From من To إلى يعني بيقولني الآن انت بتكونفيرت from this machine الجهاز اللي أنا شغال عليه الريال أوبراتينج سيستم اللي اسمه IT إلى إما أننا بعمل له كونفيرت إلى زين سيرفر مباشرةً أو أننا بحوله إلى VHD زين سيرفر في رجول هاردسك أو open virtual format أو VF أو أننا بعمل له عمليات virtual disk تمام؟ فلو اخترنا مثلاً زين سيرفر هنا بيطالبنا بال IP address الخاص بالزين سيرفر بس قبل ما يطالبنا بال IP address فهو قل لي أنت عندك دي البرتيشنز C و D و F و G يعني الآن أنا لو راحت فتحت الآن عندي هنا على سبيل المثال جهاز الكمبيوتر فبتشوف عندي مجموعة من البرتيشنز فنفتح كدا ونرجع على الكمبيوتر ونشوف على ما بالهم يفتح نحن نرجع فيقول لي هل أنت تشوف تعمل convert لكل ديس الهاردسك volume طبعاً أنا بقول له هنا نن محتاجش لده ومحتاجش لده عشان أقلل ال ال space فقايب لي دي ال space عندي فإذا بتلاحظ تكتب لي إيش destination volume ال use space ال free space انت ممكن تصفرها عشان تستخدم بس ال use space فما فيش عندي free space بس تمام وممكن تزيدها انت على حسب ما تشتي يعني ممكن تعمل 2000 2% يعني تمام 2 جيجا فنظام الملفات عندي ntfs فده قايب لك summary الشيء اللي بيعني مكونفرت تعمل next نشوف شوف دي البرتيشنز اللي متواقدي عندي الآن أنا طبعا هنا بيعطي لي warning free space is uncorrected اندوز boot volume طيب عندي إرار هنا عشان موضوع ال boot volume فانت مقرد ما تعمل next فهو بيسوي لك عملية يعني لل destination server بيوصلكم باشرة الى destination server نعمل next شوف فعندو ال host name هنا ممكن ال ip address 192.168.1.20 ال username اللي كان root الخاص بالزيان server يعني الباسورد تحط ال credential الخاص بالزيان server ال workspace هنا فين انتش تسييف العمل ده on local machine في جهازك انت فبعد ما تعمل next فبقل لك اختار storage repository المساحة عشان بالزيان server عندنا ثلاثة عندنا ال ISKZ وال local storage اضافة للا nfs ده احد الخيارات نرقع back back نختار الخيار التاني صدر لياتو على شكل فرج والهاردسك نعمل next فنفس الشيء next فهنا بيقول لي اختار المساحة في ال local computer تبعك انت يعني في الجهاز تبعنا ال local عشان بيسوي عمليات convert للفرج وخلي بالك لازم المساحة تكون مرة ونص من حكم مساحة الهاردسك اللي متواقدة عندك تمام عشان المرة اللي هو عبارة عن مساحة من الهاردسك ولكن النص هي عبارة عن المساحة اللي بيتم فيها عمليات الرندر للهاردسك تمام ممكن كخيار ثالث اللي هو عبارة عن OVF ال Open Forgeualization Format وانا في دي الحالة ممكن استخدمه بVMware وممكن استخدمه بMicrosoft Hyper V فانا ممكن اقول له create OVA اضافة الى سوي له عمليات compress تمام او هنا ممكن يعمل له عمليات انكربشن تمام انت تختار بعدين السورس والدستانيشن لفين شي تحفظهم تمام برنامج بسيط وصغير في مسألات استخدامه طبعا البرنامج بيش بيفيد البرنامج ده بيعطيلك افاق هذا مقدم او مصمم للناس اللي حابين ينتقلوا من عالم الفيسيكل الى عالم الفيرجول اللي قدوا عندهم already فيرجول مش اللي قدوا يعني عندهم فيسيكل سيرفر موجودة على ارض الواقع وشغالة فتعمل في الاول convert لكل الفيرجول الماشين وتحطه مباشرة على زيان سيرفر محمل مسبقا وتبدأ تسوي عملية تست بريود او فترة اختبار للفيرجول الماشين دي تشوف هل هي شغالة اول او لا ده دي نقطة النقطة التانية انه ممكن انت تسوي عملية convert من الفيرجول الماشين لفيرج الماشين مثلا الناس كانوا شغالين على hyperv ومكانت الhyperv flexible معهم او تأدي لهم نفس الhigh availability وال volt torrent وال tendancy والحاجات دي فممكن مباشرة تنتقل الى زيان سيرفر او من ال vmware الى زيان سيرفر او ممكن تنتقل من ال ctrl ال ctrl ال ctrl كان معاكم اخوكم ولا عصام شكرك على حسن الاستماع وطيب الله وقاتقا شكرا كزيرا